وقع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن بروتوكول تعاون مع نظرائهم بنادي أهل بنغازي الليبي على هامش الترتيبات للمباراة المرتقبة بين فريقي الناديين المقرر لها اليوم الأحد ببنغازي ضمن احتفلات النادي الإسماعيلي بالمقاوية وكذلك تكريم أسطورة الكرة الليبية ونيس خير وشهد توقيع البرتوكول نصر أبو الحسن رئيس النادي ومصطفى شلة أمين السندوق ومن الأهل الليبي معتز الرجيعي نائب رئيس النادي وحضر مراسم التوقيع أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي محسن عبد المسيح وأحمد عبد الرحمن وشوئي عوض ومحمد جمال وأكد المهندس نصر أبو الحسن أن النادي الإسماعيلي يبدأ احتفلاته بالمقاوية من بنغازي الليبية نظرا للعلاقات الوطيدة بين النادي الإسماعيلي ونادي أهل بنغازي الليبي وتوقيع البرتوكول سيكون إضافة ونفعا متبادل بين الناديين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر